السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جراملي بيديني التولز قوة جدا عشان احسن الكتابة بتاعتي بيكون عندي اقنية اللي ما يكون عندي مقالبة اكتبها فلو في اي اخطاء دي ممكن تعملي مشاكل زياد ان هو بدأ يستخدم الذكاء اللي صناعة بشكل قوة جدا ممكن تستخدم موقع ديركت يعني تيجي هنا وتبدأ تكتب او تعمل ابلوت ترفع ملف وورد من عندك وتشتغل عليه او تستطابه عندك في الويندوز فيبقى موجود لكل التطبيقات اللي انت تشغل عليها او تستطابه للأوفي يعني لو جيت هنا في الابس هيقول لك ستطابه الويندوز او ستطابه المتصفح بتاعك كروم انا ستطابه عندي هنا عشان كده هبي يقول اكتف ممكن ستطابه على الايفون او الايباد بحيس ان اول ما تكتب اي حاجة يروح مصلحه لك وستطابه على الاندرويد طيب نيجي هنا ونشوف نعمل ايه نيوم ممكن تقوله ابلوت وترفع ملف من عندك من الجهاز هنا هتلاقي الازدارات يعني لو انت عدلت كستعديل بتلاقي التعديلات الاديمة موجودة وهنا لو انت لغيت حاجة هتلاقيها برده طيب هو بقى بيستخدم زكاة لصناعة فكتر من حاجة هو متخصص في الكتابة فالزكاة الصناعة هي جزء كبير جدا من الكتابة زي ايه زي ان انا اقول له جينالاتف اي اي واي واقول له اكتب لي انت بقى مقالة عن ايجيبت اس هو بقى يبدأ ان هو يكتب هالي يبدأ يقول لي بسلا ايه انت عايزها اه نوح ايه طيب ماشي اوكي ايه ممكن تقول له انسيرتي بها اكتبالي هنا لو انت عايز تتغيرها ممكن تقول له اعملها اللي فيبدأ ان هو يكتبها لك بشكل اخر لو عجبتك هتقول له ايه انسيرتي مور ايديا ممكن اقول له ايه طب اختصرها لي خليها دبلوماسي خليها متفائلة خليها كل اللي انت عايزه تقدر انت تعمله تمام ففيه شوية امكانات كواسة جدا تقدر انت تحسن بيها اه النص لو انت حابت اي نص من دول عجبك تقدر انتقول له ايه انسيرت تمام ونجي هنا ونقول له ايه انسيرت تمام ففيه امكاني ان انا ايه استخدم زكال الصناعي في تحسين الكتاب تحتي طيب لو فيه اي اخطاء مثلا يبدأ ان هو لو في اي اخطاء يبدأ ان هو يوجهني لايه المشاكل اللي موجودة انا بتعمد ان هو نكتب حاجات عشان هو ايه ينبهني اه خلي بالك ان ان هنا ما بتستخدمش هنا مفروض اكسب ودي مفروض ان ايه اول دست فبدأ يصلح لي الاخطاء فلو عند اي اخطاء هو من اول حاجة بيعملها بيركز عليها ان هو يصلح الاخطاء تمام فهنا بديني بقى تقرير المقالة بتاعتي الاداة بتاحها عمل ازاي ممكن تقول له انا عايزة خليها اكسبيرت عايزة فورمات وهكذا فتبدأ تحسن الكتاب تحتك لما كن بكتب لواحد صاحب يغلب هكتب جواب للشركة فممائز جدا ان هو يقدر ان هو يصلح لك اي حاجة انت عايزة بلاجوريسم ده بتأكد ان المقالة دي مش مصروعه بمكان تاني لكن هي بفلوس الموقع الحاجات اللي فيه ببلاش كافية تمام الحاجات اللي فيه ببلاش بالنسبة لانا كافية تمام هنا لو انت عايز تنويدو كومنتس لو انت عايز تعمل دولود لو انت عايز تعمل برينت طيب لو انا بسلا خليت دي هنا اين اشي هتلاقي عملك خط هنا فاتقرب فيبدأ اديك اكتراحات ممكن تقول له ورينيك اكتراحات اكتر وهكذا ممكن يجيب لك بقى اي كوملة بسلا عايز التوضيح يبدأ ان هو هيوضحها لك هنا عدد الكلمات اللي موجودة اللي هون علامة بتبدأ يظهر لي بالشكل دوت هقول له مثلا ايه امبروف ات حسنهالي تمام فممكن اكتبالي بشكل اخر طيب ممكن اجي كده فيقول له الكلمة دي ممكن معناها ايه ممكن تبدلها بكلمة ايه مثلا فبدلت كلمة كونتري بجوفرنمينتس وهكذا تمام فيبدأ يدنين اكتراحات الكلمة بديل الكلمة بحيث ان انت تبقى عامل مقالة حتى لو انت واخدها من حد تدى انت تغيرها عن المقالة الاصلية فطول ما انت تسطب حتى لو انت مش موجود هنا على جراملي مجرد ان انت كتب على اي حاجة على المتصفح مدوم انت تسطب على المتصفح يبدأ يجيب لك الاقتراحات بتاعت التحسين وده طبعا خلي الكتاب بتاعتك افضل تقدر ان انت تعمل امبروف وتقدر ان انت تحسن الكتاب بتاعتك حتى لو انت تبعت اميل ممكن ان تروح مكاتب اللي انت عايزه وبعد تقول له اي طب اكتبها لي بشكل رسمي اكتر او اكتبها لي بشكل احترافي اكتر فده يحصل لك الكتاب بتاعتك اشتركوا في القناة